في كل صباح نفتح أعيننا على أعظم مصدر للطاقة ألا وهي الشمس تمنحنا الدفع وتنير طريقنا وتدفع الحياة على كوكبنا كيف يمكن لعملاق غازي أن يشتعل لمليارات السنين دون أن ينطفئ الأمر ليس مجرد احتراق بسيط بل هو معركة كونية لا تتوقف صراع شرس لا يرى بالعين المجرد في قلب نجمنا صراع تكم وراءه أحد أغرب وأعمق أسرار الفيزياء سر يربط الشمس بقوانين الكون الكمية الخفية التي تحكم كل شيء من حولنا استعدوا لرحلة مذهشة إلى قلب شمسنا لنكتشف معا لماذا تشرق الشمس والسبب المذهل الذي لا يحفظ حياتنا فحسب بل يثير دحشتنا بقوانين الكون التي لا تصدع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم منذ فجر التاريخ استرعى وهج الشمس انتباه البشر وتقديرهم فقد كانت دائما رمزا للقوة ومصدرا أساسيا للضوء والدفئ والحياة التي تعتمد عليها جميع الكائنات الشمس ليست مجرد جرم سماوي إنها في معركة مستمرة بين قوة الجاذبية الصاحقة التي تسحبها إلى الداخل والطاقة التي يجب أن تنتجها لمواجهة هذا الضغط الداخلي هذه المنافسة بين الجاذبية والضغط الخارجي تولد الطاقة التي تمد الحياة على الأرض الشمس التي تمنحنا الحرارة والدفئ والضغو نجم عملاق يتكون أساسا من الهيدوجين بنسبة 74% والإيليم بنسبة 25% والأكسوجين والكربون والحديد بنسبة 1% وحجمها أكبر بكثير من الأرض ويمكن وضع ما يقارب 1.3 مليون كرة أرضية داخلها وقد استمر اشتعالها لأكثر من 4.5 مليار سنة على الرغم من أننا قد نطلق على ما يحدث في الشمس اشتعالا إلا أن مصدر الطاقة الحرارية والضغوء ليس احتراقا تقليديا كالخشب بل هو مفاعل اندماجي نووي هائل فلو كانت الشمس تحترق بالمعنى الكيميائي لا استهلكت وقودها في حوالي 20 ألف سنة فقط لكن الشمس تستمر في توليد طاقة هائلة تقدر بحوالي 43% في 10 قوة 26 وط في الثانية كيف تستطيع الشمس توفير هذا الكم الهائل من الطاقة؟ منذ مليارات السنوات ولا زالت هذه الطاقة تأتي من معادلة ألبرت أينشتاين إي تساوي أم سي تربيع هذه المعادلة البسيطة تخبرنا شيئا عميقة جدا الطاقة والكتلة متكافئتان في الواقع القليل من الكتلة يعادل قدرا كبيرا من الطاقة لأن مربع سرعة الضوء هو رقم كبير جدا ويبلغ 9 في 10 قوة 16 متر تربيع على الثانية تربيع وعندما تندمج ذرات الهيدروجي لتكوين الهيليون في قلب الشمس لا تساوي الكتلة الناتجة تماما مجموع كتل الذرات القصلية بل يفقد جزء ضئير جدا من هذه الكتلة حوالي 7 من 10 في المية ويتحول هذا الجزء المفقود بالكامل إلى طاقة هائلة هذه العملية ليست ربطا كيميائيا للذرات بل هي تحويل عنصر إلى عنصر آخر عن طريق تغيير عدد البروتونات في الذرة تحدث عملية الاندماج في قلب الشمس حيث تتواجد الظروف القسوة من الحرارة والضغط تصد درجة الحرارة إلى حوالي 15 مليون درجة مئوية والضغط هائل لدرجة أنه يجب للذرات على أن تكون متقاربة جدا لدرجة تتجاوز بكثير أي حالة للمدى نعرفها على الأرض في ظل هذه الظروف لا توجد ذرات كاملة بالمعنى الذي نعرفهم بل بحر من البروتونات الحرة والإليترونات والنيتونات ونسمي هذا بغاز البلازما وتتم عملية الاندماج النووي الأساسي في الشمس والتي تعرف باسم سلسلة البروتون البروتون على ثلاث خطوات بائسية ودعوني أكبركم ما هي الخطوة الأولى وهي تكوين الديتيريوم وتبدأ هذه الخطوة باندماج بروتونين وهما نواتا ذرتي هيدروجين مع بعضهما البعض وكما نعرف أن البروتونات تتنافر بسبب شحنتها الموجبة ولكن عندما تقترب ما فيه الكفاية تتدخل القوى النووية الضعيفة وتحدث عملية إضم حلال بيتا وسأوضح لكم دور النفق الكمي في هذه العملية بعد أن نكمل حديثنا عن خطوات الاندماج النووي تحدث عملية إضم حلال بيتا بشكل نادر وببطء شديد جدا حيث يتحول أحد البروتونات إلى النيوترون ويرافق هذا التحول إطلاق البوزيترون وهو جسيم مضاد الإلكترون وشحنته موجبة والنيوترينو وهو جسيم خفيف جدا وعديم الشحنة يتفاعل نادرا مع الماتر وتجد الإشارة هنا إلى أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذه العملية تحدث بطيئة ونادرة بالمقارنة مع التفاعلات الأخرى التي تحكمها القوى الأخرى مثل القوى النووية القوية المسؤولة عن ارتباط النيوكلونات ببعضها البعض أو القوة الكهروماناتسية التي تسبب التنافر وبالرغم من بطء وندرة هذه العملية فإن بسبب وجود عدد كبير جدا وهائل من البروتونات في قلب الشمس فإن هذا التفاعل يحدث باستمرار بمعدل يسمح بإنتاج طاقة كافية إذن نستطيع أن نقول أن هذا البطء والندرة هو المسؤول عن العمر الطويل للشمس ولو كانت تحدث بسرعة وسهولة أكبر لستهلكت الشمس وقودها الهيدروجيني في وقت قصير جدا وبالتالي هذه الخطوة الأولى تتحكم في معدل حرق وقود الشمس الهيدروجيني مما سمح لها البقاء ساطعة لمليارات السنين الناتج هو نواة الديتيريوم وهي نظير للهيدروجين يتكون من بروتون واحد ونيترون واحد والبوزيترون المنبعث يلتقي فورا بإلكترون حور في البلازمة الشمسية ويفنيان بعضهم البعض مطلقين طاقة على شكل أشاعة جامع والخطوة الثانية تكوين الهيليوم ثلاثة حيث تندمج نواة الديتيريوم الناتجة من الخطوة الأولى مع بروتون آخر ناتج هذا الاندماج هو نواة الهيليوم ثلاثة والذي يتكون من بروتونين ونيترون واحد يصاحب هذا الاندماج انطلاق كمية إضافية من الطاقة على شكل أشاعة جامع أما الخطوة الثالثة تكوين الهيليوم أربعة تندمج نواتين من الهيليوم ثلاثة مع بعضهم البعض وناتج هذا الاندماج هو نواة الهيليوم أربعة المستخرة التي تتكون من بروتونين ونيترونين يعاد إطلاق بروتونين يمكننا البدء في سلسة اندماج جديدة هذه الخطوة هي المسؤولة عن نظم الطاقة التي تنتجها الشمس الخلاصة هي أننا نبدأ بأربع بروتونات نوى هيدروجين وننتهي بنواة هيليوم واحدة الفرق في الكتلة بين البروتونات الأربعة الأصلية ونواة الهيليوم النهائية والتي هي أقل قليلاً في الكتلة هو الذي يتحول إلى طاقة وفق لمعادلة أينشتاين إي تساوي أم سي تربية تتحرر هذه الطاقة في صور مختلفة من الإشعاع مثل الضوء المرئي وأشعة غاما وجسيمات عالية الطاقة مثل النيترين والبروتونات التي تشكل الرياح الشمسي قد تتساءل عزيزي المشاهد كيف يمكن أن تندمج البروتونات وهي مشهونة بشحنة موجبة والقوة بينهم هي قوة تنافر كهربائية هذه القوة تمنع الظرات من الاندماج التلقائي وتتسبب في وجود حاجز طاقة ولحدوث الاندماج يجب على البروتونات أن تتغلب على هذا الحاجز لتقترب بما يكفي لتسيطر قوة النووية قوية والتي هي أقوى بحوالي 100 مرة من القوة التهرماناتيسية لكنها تعمل على مسافات قصيرة جدا وتلسقها ببعضها البعض داخل النجوم مثل الشمس حيث تبلغ درج الحرارة حوالي 15 مليون درج مئوية والضغط شديد جدا يتم تفكيك الظرات إلى مكوناتها من البروتونات والنيترونات وإليترونات وهذا الضغط يجبر هذه المكونات من الاقتراب من بعضها البعض ولكن للحفاظ على سير الأمور فإن للشمس طريقة أخرى تسمى النفق الكمي وهي ظاهرة معروفة في ميكانيكا الكم حيث تتمكن البروتونات من تخطي حاجز الطاقة الكهربائية عبر نفق كمي وتتغلب على حاجز الجهد وتندمج مع بعضها البعض ولتوضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل دعونا نتخيل أن لدينا كرة تتدحرج نحو تل في الفيزياء الكلاسيكي إذا لم تمتلك الكرة طاقة كافية لتسلق التل والوصول إلى قمته فإنها لن تتمكن أبدا من الوصول إلى الجانب الآخر ولكن في عالم ميكانيكا الكام فإن الأمر مختلف فالجسيمات دون الذرية مثل البروتونات يمكنها في بعض الأحيان أن تختفي من جانب وتظهر في الجانب الآخر حتى لو لم تمتلك الطاقة الكافية لتجاوزه بالمفهوم الكلاسيكي ونسمي هذه الظاهرة بالنفق الكمي أي كوانتم تانيلينغ بالانجليزية تماما كما لو أنه تم حفر نفق عبر التل بدلا من تسلقه وقد تتساءل عزيزي المشاهد لماذا لا تكفي الحرارة بالضغط الهائلان وحدهما للتغلب على حاجز الطاقة الكهربائية والإجابة هي أنه بالرغم من شدتهما إلا أنهما غير كافيين للتغلب على قوة التنافر هذه وهنا يأتي دور النفق الكمي هذه الظاهرة الغريبة في ميكانيكا الكمي تمكن البروتونات من اختراق حزيز الطاقة وتصل لمسافات قريبة جدا حيث تصبح فيها قوة نووية القوية فعالة وتجعلهما يلتسقان ببعضهم البعض وبدون ظاهرة النفق الكمي لم تشرق الشمس بالطريقة التي نعرفها ولما كانت هناك حياة على الأرض إذا نظرنا إلى الوزن الذري لأربع ضرات هيدروجين فسنلاحظ أنه يساوي 4.32 من ألف بوحدة الكتل الذرية وهي وحدة قياس تعرف بأنها تساوي 1 على 12 من كتل ذرة الكربون بينما ضرة الهيليام لها وزن ذري 4.0026 وحدة كتل ذرية الفرخ الصغير والذي يقدر بحوالي 0.0294 وحدة كتل ذرية أو أقل بحوالي 7 من 10% هو المسؤول عن الطاقة التي نراها قادمة من الشمس إن النوى الأربعة التي تشكل نوى ضرة الهيليوم أكثر استقرارا معا مما كانت عليها عندما كانت منفصلة هذا الاستقرار العالي هو الذي يأتي منه الاختلاف في الطاقة وهذا يرجع إلى حقيقة أن الهيليوم لديه طاقة ربط أعلى من الهيدوجين كما نرى ذلك على منحن طاقة ربط العناصر طاقة الربط هي مقدار الطاقة اللازمة لفصل النيكولينات أي البروتونات والنيتونات عن بعضهم البعض نوات الهيليوم التي تحتوي على أربع نيكولينات تكون أكثر استقرارا من النيكولينات بمفردها ويعود هذا الاستقرار في الغالب إلى ربط الطاقة بواسطة القوة القوية وهذا هو التفسير الميكانيكي الكمي لسبب إطلاق الشمس الكثير من الطاقة التي نراها في شكل ضوء الشمس كتلة البروتون بوحدة الطاقة هي 938.3 ميجا ليتون فولت وكتلة النيترون 939.6 ميجا ليتون فولت إذا جمعنا كتلة المكونات الأربعة التي تشكل نوات الهيليوم 2 بروتون و2 نيترون فستكون الكتلة الكلية 3755 8 من 10 ميجا ليتون فولت لكن الكتلة المقاصة لذرة الهيليوم هي 3728 4 من 10 ميجا ليتون فولت الفرق هو 27.4 ميجا ليتون فولت وهذا يعادل طاقة بوحدة الجول تساوي 4.277 في 10 قوة سالبة 12 جول لكل تفاعل اندماجي واحد وتقدر عدد التفاعلات الاندماجية في الثانية الواحدة بحوالي 9 في 10 قوة 37 تفاعل اندماجي في الثانية الواحدة أي أن الطاقة الكلية المتحررة للاندماج النووي في الثانية الواحدة تقدر بحوالي 384 في 10 قوة 24 جول في الثانية ولك أن تتخيل عزيز المشاهد كم مقدار الكتلة التي تتحول في هذه التفاعلات الاندماجية لتوليد هذه الطاقة ويمكن أن نقوم بذلك باستخدام معادلة أينشترين للكتلة والطاقة ونحسب الكتلة وسنجد أنها تساوي أربع مليارات كيلو جرام في الثانية الواحدة أو أربع ملايين طن في الثانية الواحدة بمعنى أن الشمس تفقد من كتلتها أربع ملايين طن في الثانية لتحولها إلى طاقة والإجابة هي لا يا عزيزي فكتلة الشمس الهائلة والتي تساوي 300 ألف مرة كتلة الأرض وتقدر كتلتها بحوالي 2 في حشق قوة 30 كيلو جرام نجد أن الكتلة المتحولة في الثانية كمية ضئيلة بالنسبة لكتلة الشمس ويتوقع العلماء أن وقود الشمس كاف لتبقى الشمس ساطعة لمدة عشر مليارات سنة وإذا ما افترضنا أن عمر الشمس أربع وستة من عشر مليار سنة إذن نستطيع أن نقول أن الشمس في منتصف عمرها تقريبا فلا داء إلى القلق إن الطاقة الهائلة التي تنطلق من تفاعلات الاندماج النووي في قلب الشمس لا تفسر فقط سبب شراقها الشمس تخوض معركة مستمرة وهي في الحقيقة سراع بين قوتين هائلتين قوة جاذبية التي تسحب كل المادة نحو مركزها بقوة صاحقة والضغط الهائل الناتج عن الحرارة والطاقة المنبعثة من الاندماج النووي الذي يدفع إلى الخارج لو كانت قوة الجاذبية أقوى من الضغط الناتج عن الاندماج لانهارت الشمس على نفسها لتصبح جرما شديد الكثافة ولو كانت ضغط الاندماج أكبر بكثير من الجاذبية لتشتت طراثات الشمس في الفضاء لكن بفضل التوازن الدقيق بين هاتين قوتين تحافظ الشمس على حجمها وشكلها الثابت وتظل مستقرة لمليارات السنين هذا التوازن هو ما يجعل الشمس بمثابة فرن نووي مستقر ينتج الطاقة بمعدل ثابت مما يضمن تدفقاً مستمر للضغط الحرارة اللازمين للحياة على كوكبنا إن هذا التوازن البارع هو شهادة على الغوانين الفيزيائية المعقدة التي تحكم الكون على الرغم من قوة الشمس فإن طاقتها من مصدر محدود منذ ما يقارب أربع ونص مليار سنة والشمس ساطعة ومشرقة تمتلك الشمس وقوداً من الهيدروجين يكفي لطبقة ساطعة لستة مليارات سنة قادمة ولكن في النهاية ستفقد الشمس وقودها عندما يستنزف وقود الهيدروجين سوف تنكمش الشمس تحت تأثير الجاذبية ومع انكماش نواة الشمس ستسخن أكثر مما يدفع الطبقات العليا للتمدد ومع تمدد الطبقات الخارجية سيزداد نصف قطر الشمس ويصبح أملاقاً أحمر يتوقع أن يصل نصف قطر الأملاق الأحمر إلى حوالي مئة مرة ما هو عليه الآن مما يعني أنه قد يبتلع مدار الأرض وتتبخر الكرة الأرضية بعد ذلك ستصبح نواة الشمس أكثر سخونة مما سيجعل الهيليوم يندمج ويتحول إلى كربون عندما يستنزف الهيليوم تبرد نواة الشمس وتتحول إلى قزم أبيض في نهاية المطاف سيبرد القزم الأبيض أكثر ويتحول إلى قزم أسود غير مرئي هذه العملية تستبرغ مليارات السنين وهذا يؤكد أن البشرية في أمان من ناحية مقاء الشمس لعدة مليارات من السنين القادمة على الأقل وهكذا بعد هذه الرحلة المتشة إلى قلب شمسنا نرى بوضوح أن سر إشراقها ليست مجرد كرة نارية عملاقة بل هو نتاج توازن ميكانيكي كم دقيق للغاية سراع مستمر بين قوة الجاذبية الصاحقة وطاقة الاندماج النووي الهائلة وتذكر دائما كل شعاع الشمس يصل إلينا وكل دفء نشعر به هو دنالة واضحة على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته المطلقة في تبير هذا الكون البدية وتسخيره لنا وفي سياق هذه العجائب هل تسألتم يوما كيف يحاول البشر محاكاة هذا الإعجاز الشمسي هنا على الأرض لإنتاج طاقة نظيفة هذا هو التحدي الكبير الذي سنكشف أسراره في الحلقة القادمة إذا استلقعتم بهذه الحلقة فلا تنسوا الوضع علامة الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل حلقاتنا الجديدة عن عجائب الكون والعلوم وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستمدعكم الله والسلام عليكم وعند الله وبركاته